نعرف حضراتكم انه انبارح وقع الاتحاد المصري لكرة السلة البروتوكول الخاص بموعد اقامة مباراة كأس السوفر بين الاهلي والزمالك مع الاتحاد البحريني لكرة السلة واتحددت بالفعل تفاصيل هذه المباراة وستقام ان شاء الله يوم 20 اكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة بين الاهلي طبعا حامل لقبية الدوري وكأس مصر والزمالك وصيف كأس مصر طبعا اقامة كأس السوفر المصري في البحرين هدفه الاساسي هو تعزيز التعاون بين البلدين وانطلاقة كمان لمحاول اخرى في التعاون خلال الفترة المقبلة ان شاء الله كمان الاتحاد المصري لكرة السلة اعلن بالفعل عن الشعار الجديد الخاص به اللي بيجمع بين عراقة لعبة كرة السلة وارتبطها بالهوية المصرية مع اكيد مراعاة استخلال المفاهيم الحديثة فيما يتعلق بمسألة التصميم الكشف عن الشعار الجديد جاي بالتزامن مع الانجازات اللي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية طبعا على رقصها تأهل المنتخب الاول للرجال لنهائيات بطول الكأس العالم لكرة السلة 20-23 النتائج اللي احنا بنشوفها دولاتي من الاتحادات المختلفة اللي ان شاء الله يعني بعد كده هتشرفنا أو هتمثلنا في أولمبياد باريس 20-24 مباشرة لحد كبير كمان عن توكيو يعني لان انا اعتقد ان النتائج دي ما كانتش او هي مؤشر لبعد كده انت حيبقى مصيرك ايه في الأولمبياد انا شايفة ان احنا لو جينا قارننا الفترة دي والنتائج اللي بيحصل عليها التحدات المختلفة والرياضات المختلفة المصرية اللي حتشارك في الأولمبياد عن وقت توكيو لان النتائج افضل بكتير في رياضات مختلفة منها كمان يمكن اشتركوا في القناة